بنفس الطريقة اللي عملنا عليها القفز أو الجومبز وهي أنه دمجنا بين نكون جالسين وواقفين والإحنا على أرض مستوية بشكل متكرر وإقاع سريع الجومب أون هيلز أو النط على ارتفاعات هو نفس الشيء بس هون رح يكون مع مقاومة هي بكل بساطة أني أدمج بين الجلوس مع ارتفاع والوقوف مع ارتفاع أو مقاومة عالية يعني بكون واقفة رح نبدأ من الجلوس انتبهوا منيح 3 4 2 1 نواقف 3 4 2 1 ونجلس لازم هون قدينا تتبدل من رقم 2 إلى رقم 3 انتبهوا مضبوط لوضعية تبديل قدي بينتقل بالتدريج بيمسك إيد إيد لما يكون واقف ولما يرجع كمان بيرجع بإيد إيد انتبهوا مرة تانية على قدين كيف عم ينقلون بين رقم 2 و 3 عكس الجنب العادي لأنه هون في مقاومة شديدة فأنا ما لازم أطلع دفعة واحدة بمسك مرة اليمين بعدين بنقول اليسار بعدها بعدين بعود باليمين بعدين يسار إيقاعنا هون بيكون من 60 إلى 80 RPM يعني بطيء ومع جهد عالي